اشتركوا في القناة كلامك هذه مردود عليه والتعليق بالنسبة لي كان صدمة لانا للأسف في استهزاء برحمة الله ثانيا التعليق يدل على سلبية صاحبة واصدار احكام قاسية فقط لمجرد وجود اعاقة او بلغ يعتقد ان كل شخص من ذوي الاعاقة او مريض او مصاب تعيس ومعذب صاحب التعليق تخيل نفسك لو كنت شخص من ذوي الاعاقة هل رح تعتبر نفسك نقمة وتقول يا ليت امي تشهدتني وتتمنى الموت لنفسك هل وقتها تحب ان المجتمع يعاملك على انك عالى عليه ولازم يتخلصون منك ويطلقون عليك رصاصة الرحمة لان هذه تفكيرك قادري نردي قاسي بس لازم واحد ينبهك انت حكمت على ملايين البشر انهم تعساء ومعذبين في الارض وهم في نقمة فقط لمجرد وجود اعاقة سواء من الولادة او نتيجة الحروب او الحوادث وفي ملايين منهم وبكل تأكيد كلامك غير صحيح خلى كلمك عن نفسي انا الحمد لله اعاقتي من الولادة وسعيد في حياتي ومنتج وفاعل في المجتمع من اعاقة عمرها ما تحرمنا من الشعور بالسعادة لان العبرة بالمشاعر اللي بداخلنا من حمد وشكر للخالق ورضه وقوة وصبر وتحمل مباش كان الخارجية اللي انت تشوفها وتحكم علينا اذا احنا عايشين برحمة او نقمة نعم بكل ثقة اقول لك ربي ارحم الراحمين ربي ارحم من اي شخص علينا وقول لك بكل ثقة ربي خلقني في احسن تقويم حتى لو انت تشوف شكلي هذي نقمة وانا بالرغم من كل اللي تشوفها هذي فيني اعيش في رحمات من ربي مبرح ما وحده والحمد لله سعيد ومرتاح في حياتي نصيحة علشان تسعد في حياتك تشوف كل جوانبها لتشوف الشي الناقص بس سواء فيك او في غيرك وفي الختام اقول لك اترك عنك هالخرابيط ولتك هاتت فلسف علينا والله يهديك ويصلحك